نتيقن أن المعادلة وي مربع زائد 8 وي ناقص اكس مربع زائد 2 اكس زائد 14 تمثل قطع زائد عين مركزه وذراه ومحرقيه ومقاربيه ثم أوجد معادلة المماس لهذا القطع عند النقطة م اكساتة 7 ثلاثة وي تنقص 7 ثلاثة كيف منها نتيقن أن المعادلة تمثل قطع زائد طبعا بعد الاتمام إلى مربع كامل والعودة بها إلى الشكل القياسي فمنلاحظ أنه هي من أشكال معادلة القطع الزائد ونقول له أنه هي تبسل قطع زائد فالاتمام إلى مربع كامل وي مربع زائد 8 وي ما أخرجنا عامل مشترك هم 1 بينما من الاكسات رح نسحب الناقص عامل مشترك فتصير اكس مربع ناقص 2 اكس وعنها زائد 14 يساوي الصفر هلأ أخرجنا الناقص عامل مشترك بالاكس مربع والاكس هلأ الخطوة الأولى بالأتمام هي الإضافة والطرح أمثال وي 8 نصف أربعة للتربيع 16 فرح نضيف 16 نطرح 16 بينما الاكسات رح نضيف ونطرح 1 لأن أمثال اكس 2 نصف واحد للتربيع 1 إذا نضيف ونطرح مربع نصف أمثال وي فتصير وي مربع زائد 8 وي زائد 16 ناقص 16 ناقص اكس مربع أيضا رح نضيف ونطرح مربع نصف أمثال اكس زائد واحد ناقص واحد وفي عنا زائد 14 يساوي الصفر جزر الأول إشارة الثاني جزر الثالث بيزيد عنا عدد سالب أيضا جزر الأول إشارة الثاني جزر الثالث بيزيد عنا عدد سالب جزر الأول وي إشارة الثالث زائد جزر الثالث أربعة والكل للتربيع هاون ناقص جزر الأول إكس إشارة الثالث ناقص جزر الثالث واحد والكل للتربيع زائد عندي الناقص 16 انقلت لتاني طرف صارت 16 طبعا ما مضروبة بشي هاون زائد عننا الناقص واحد مضروبة بالناقص بتصير زائد واحد ونقلت للطرف الثاني ناقص واحد والأربطعش أيضا نقلت إلى الطرف الثاني ناقص 14 ما منلاحظ إنه الطرف الثاني ظل عندي واحد لأنه ناقص 14 وناقص واحد ناقص 15 و16 وواحد فأصبحت المعادلة وي زائد أربعة للتربيع ناقص اكس ناقص واحد للتربيع يساوي الواحد ما في داعي على القسمة على أي عدد لأن الطرف الثاني واحد فالعدد اللي تحت اكس مربع هو A مربع واحد والعدد اللي تحت الواي مربع هو أيضا البي مربع واحد فمنلاحظ إنه هون القطع الزائد متساوي الساقين لأن الـ A قد البي فالمعادلة وي هي تنقص اكسات رجعت ما معي إلى الشكل القياسي وهي تمثل قطع وهي معادلة قطع زائد مركزه مصفر عكس الرقمين اللي يجوا مع الـ X والـ Y يجوا مع الـ X ناقص واحد واحد هذه الـ X صفر ويجوا مع الـ Y زائد أربعة ناقص أربعة هذه وي صفر ومن شكل المعادلة محوره المحرقي يوازي محور التراتيب من شكل المعادلة ويات ناقص اكسات أيضاً الـ A مربع تساوي الواحد و الـ B مربع تساوي الواحد ومنه A تساوي واحد و B تساوي الواحد أي A تساوي الـ B يدعى قطع زائد متساوي الساقين العلاقة بين الوسطة C مربع تساوي A مربع زائد B مربع ومنه C مربع تساوي واحد زائد واحد A مربع واحد و B مربع واحد إذن C مربع واحد زائد واحد بشكل فوري ساوي اثنين ومنه C تساوي جزر اثنين عين ذرة ومحرقي ومعادلتي مقاربين الذرة المرفقة بتكون هنا A و A فتحة قوانينهم X صفر زائد A فاصلة Y صفر X صفر ناقص A فاصلة Y صفر X صفر زائد A يعني واحد زائد واحد اثنين X صفر ناقص A واحد ناقص واحد صفر والويات النية Y صفر اللي هي ناقص أربعة بينما البي والبي فتحة هدول الذروتين قوانينهم بتكون X صفر X صفر Y صفر زائد B والوي صفر ناقص B Y صفر ناقص أربعة زائد واحد ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص واحد ناقص خمسة والمحرقين F و F فتحة هدول المحرقين بما أن المحور المحرقي يوازي محور التراتيب معتزها الיו X صفر هذه هي authorities تكون Y صفر زائد S وهذه يكون Y صفر ناقص Z Y صفر ناقص أربعة زائد C جزر 4 ناقص أربعة زائد جزر 2 ناقص أربعة مثيل ظل عنا معادلتي المقاربين y ناقص y صفر يعني y زائد 4 يساوي زائد ناقص b على a واحد b واحد وال a واحد b x ناقص x صفر b x ناقص واحد هذه معادلة المستقيمين المقاربين هلأ عبق لي ثم أوجد معادلة المماس لهذا القطع عند النقطة عطينا النقطة فبداية لازم نتأكد من أن النقطة تنتمي إلى القطع أي تحقق معادلته فمنعوض مكان x نحط 7 على 3 ومكان y ناقص 7 على 3 بيطلع معنا 1 يساوي الواحد لنتأكد لنتأكد من انتماء النقطة m إلى القطع فمنعوضة مكان y رح نحط ناقص 7 على 3 ناقص 7 على 3 زائد 4 للتربيع ناقص ومكان الاكس رح نحط اكسات النقطة m اللي هي 7 على 3 ناقص 1 أيضاً للتربيع يساوي الواحد بحساب بسيط نجد أن الواحد يساوي الواحد تطلع معي محققة معتها النقطة إذن النقطة m تنتمي إلى القطع الزائد فتأكدنا من انتماء النقطة إلى القطع الزائد هلأ منشتق معادلة القطع ونعوض النقطة في المعادلة المشتقة نحصل على ميل المماز ثم كتابة معادلة المماز إذن نشتق معادلة القطع الواي زائد 4 للتربيع نشتقها 2 بواي زائد 4 بواي فتحة الأس للأمام القوس من نقص من الأس 1 بمشتق ما داخل القوس اللي هو واي فتحة ناقص الاكس زائد 1 للتربيع نشتقها كمان 2 باكس زائد 1 او اكس ناقص 1 بمشتق مداخل القوس اللي هو 1 يساوي صفر ثاني طرف عدد ثابت مشتقه صفر هلأ نعوض النقطة محل اكس واي محل الواي فتحة المشتق بالنسبة لأكس هو الميل اثنين مكان الواي ناقص 7 على 3 زائد 4 عوضنا مكان الواي وهي نقطة التماس محل الواي فتحة هو ميل المماس بمجرد ما نعوض الواي فتحة هو الميل ناقص 2 بالاكسات اللي هي 7 على 3 ناقص 1 يساوي الصفر رح نحسب هلأ ميل المماس بداية رح نحسب ما داخل القوس فالاربعة ما لمقام مقام واحد رح نضربها ب3 بتصير 12 على 3 ناقص 7 على 3 خمسة على 3 مضروبة ب2 والجواب 10 على 3 اللي هو امسع الام اذا اربعة ما لمقام مقام واحد ضربتها ب3 12 على 3 ناقص 7 على 3 خمسة على 3 مضروبة ب2 10 على 3 ام ايضا الواحد هون ما لمقام مقام واحد فبعد توحيد المقامات تصير 7 على 3 ناقص 3 على 3 4 على 3 ومضروبة بناقص 2 ناقص 8 على 3 يساوي الصفر ومنه المعاليم الى طرف والمجاهيل الى طرف 10 على 3 ام تساوي 8 على 3 واختصرنا 3 مع 3 ومنه الميل تساوي الحر على المقيد 8 على 10 بعد الاختصار على 2 4 على 5 وهو ميل المماس اذا ميل المماس 4 على 5 ونقطة التماس نقطة معلومة ومنه معادلة المماس المطلوبة y ناقص وياد نقطة التماس يعني زائد 7 على 3 يساوي ميل المماس 4 على 5 بx ناقص نقطة التماس ناقص 7 على 3 بإمكاننا ننشر المعادلة وإمكاننا نتركها بهذا الشكل اذا مسألة مرت معنا مسألة مشابهة الى القطع الناقص لما يعطينا نقطة التماس يفضل نتأكد من انتماء النقطة الى القطع بتعويض احداثياتها مكان x و y نشتق معادلة القطع نحصل على المعادلة المشتقة نعود نقطة التماس المعادلة المشتقة نحصل على الميل ومنه كتابة معادلة المماس هو مستقيم يمر من نقطة معلومة و ميله معلوم هيك بكون انتهت المسألة ليكون المستقيم دلتا الذي معادلته x يساوي ناقص واحد والنقطة F احتاسياتها صفر صفر عين مجموعة النقاط بx فاصلة y في المستوي التي نسبة بعدها عن F الى بعدها عن دلتا تساوي جزر اثنين فمرت معنا مسألة شبيهة في هذه المسألة تقريبا نفسها ولكن غير هذا الرقم هذا الرقم كان عطانها بالقطع الناقص جزر ثلاثة اثنين وقلنا هذا العدد الموجود اذا كان اكبر من واحد فرح تطلع معادلة قطع زائد واذا كان اقل من الواحد فرح تطلع معادلة قطع ناقص واذا كان يساوي الواحد فرح تطلع معادلة قطع مكافئة فالمسألة اللي قنا بتعتمد على دستورين اول شي دستور بعد بين نقطتين BF دستور بعد بين نقطتين تحت الجزر طرح الاكسات للتربيع زائد طرح الويات للتربيع فحسبنا BF تساوي تحت الجزر X مربع زائد Y مربع ايضا رح نحسب بعد النقطة عن المستقيم ايضا حسبناها طلعت معنا القيمة المطلقة لX زائد واحد من نص المسألة اللي قللي نسبة BF الى B دلتا تساوي جزر اثنين اذا BF على B دلتا تساوي جزر اثنين ما لمقام مقامه واحد فمنعوض BF على B دلتا ثم اتبام الى مربع كامي رح تطلع معي معادلة قطع زائد لاني النسبة هي اكبر من الواحد البي اف تساوي جزر X مربع زائد Y مربع على B دلتا القيمة المطلقة لX زائد واحد تساوي جزر اثنين على واحد بتربيع الطرفين نربع الطرفين تصبح المعادلة X مربع زائد Y مربع على X زائد واحد كلها للتربيع شلنا القيمة المطلقة لوجود التربيع ايضا جزر اثنين تربيعة اثنين على واحد ثم نأخذ الطرفين في الوسطين حاصل جداء الطرفين تساوي حاصل جداء الوسطين طائم يعني 2 مضروبة X زائد واحد للتربيع يساوي الواحد X مربع زائد Y مربع ننشر المتطابقة مربع الاول X مربع الضعفين الاول بالتاني زائد 2x زائد مربع الثاني واحد و ثم ننشر 2X مربع 2x و2x trabalhar سائل puisqu determinود 9x4x و2 بواحد أثنين. ناقص x مربع ك怎么 Class. مع أثنين x مربع يساوي الصفر. X مربع زادة 4x. ونقص y مربع. الهتنين بنقلها الى الطرف الاخر هي ناقص اثنين. التعمل في الى مربع كامل. السبanız لا تحتاج الى اتمام لان لا فيه y. نأتمم فقط الاحسات إلى مربع كامل امثال اضافة اربعة وما نضيف راح نضيف اربعة مطرح اربعة ال bio. ففو تصير الاحس مربع زائد اربعة اكس زائد اربعة و ناقص اربعة ناقص negative. حسنين جزر الاول انت Imm just communicated to the third flower ك Howard, اصبحت المعادلة X demain корп evolution based in the minute or unf quantities للتربيه ناقص Y مربع وزاتت عندي ناقص 42 ففو feito half infrared زائد ايشارت طالس له Definition. نقلت ليس على الآن إلى الطرف الثاني صارت أربعة وفيه عندنا ناقص 2 هونيك 2 نقسم المعادلة كلها على 2 فهي تصبح المعادلة من الشكل X ز 2 للتربيع على 2 ناقص Y للتربيع على 2 يساوي الواحد وفعلا هي معادلة قطع زائد الإشارة بين الكسرين ناقص فهي تمثل أوابق اللي عين مجموعة النقاط ماذا تمثل؟ تمثل قطع زائد مركزه ناقص 2 X0 والY0 ومن لاحظ أنه طالما النسبة هي أكبر من الواحد ستطلع معي معادلة قطع النسبة أقل من الواحد ستطلع معي قطع ناقص والنسبة إذا كانت واحد ستطلع معي معادلة قطع زائد إذاً مسألة مكررة فمرت معنا مسألة شبيهة في القطع الناقص انتهينا من بحث القطع الزائد ومعه بيكون انتهى بحث القطع راح نشوف في الحصة القادمة بحث المتجهات